هو آية مهمة أنا احفظوا لهذه الآيات عزيزي الآيات يقولوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى الآية 63 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة إذن الآيات تتبين مواصفات عباد ماذا؟ عباد الرحمن عباد الرحمن ها إذا أردت أن تكون مصداقا من الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون إنها والذين إذا أنفقوا إلى أن يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما خلي ذهنك محل الشاهد الآية الثلاثة وسبعين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم إذا ذكرت لهم آية من آيات الله ما هو موقفهم منها؟ ها شنو؟ تذكرون تمام الآية ولا ما تذكرون؟ لم يخروا عليها صمًا وعميانًا هذه من المواصفات لا تقول لي قال أبو زرقان قال أساطين الطاق وعميان صمٌ بكمٌ عميون هذا بعض والتقليد هو شنوه؟ التقليد هو ما هو؟ ها أنت تشغل عقلك الآخر يشغل عقلك وأنت تمشي خلفه هذا صمًا أصلاً يقول ليس من مواصفات عباد الرحمن أنه يتبعون الآخرين صمًا وعميانًا ملا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم إذا قلت لو هذه آية من آيات الله ليس الكمال أن تسلم لا الكمال أن تسأل ماذا؟ من قال أنها آية من آيات الله؟ من قال؟ مو أنه بمجرد يعني إذا ما قاله لك عن الأئمة أنت تقول أحسنت أحسنت هذا ولاء وتسليم لا هذا عمى هذا صمٌ بكمٌ عمي أي شيء يقال لك عن النبي أي شيء يقال لك عن الله أي شيء يقال لك عن الأئمة مقتضى عباد الرحمن إذا أردت أن تكون بهذا الموقع لابد شنو تسأل تقول من يقول هالشكل؟ شنو الدليل على هذا؟ لم يخروا عليها صمًا وعميانًا جاي ترجمة نانسي قنقر